حتى اللحظة مش عارف احنا بالراهن على ايه الملء الاول تم منفاردا والملء الثاني اخترت به اثيوبيا منفاردة ايضا وبدأ الاثر عند اخواننا واشقانا في السودان عند الملء الاول والملء التاني يعني الملء الاول على طول طلت محطات ماشور بتوقفت عند اخوانا في السودان بشكل مباشر وظهر الجفاف على اشقانا في السودان كلام ده حضراتكم لو انتم فاكرين كان تقريبا في شهر يوليو اعتقد برضو 2020 وطلع الاستاذ معتصم العود يتكلم الراجل ده مدير ادارة الخزانات بالسودان وتكلم في الملء الاول عن تعطل محطات مياه الشرب فعلا والملء التاني نفس القصة بتحصل دلوقتي وفي جفاف في سد روسيرة في السودان اذا النتائج فعليا بدأت يعني دكتور حسن نفع محترامي جدا لرأيه مش عارف بقول لك خلال شهرين يتبين الخط الابيض من الخيط الاسود يا دكتور خلاص السواد بات واضحا والبيض بات واضحا الاثار الفعلية المباشرة للملء التاني الان ظاهرة على اشقاءنا في السودان وعلى نهر النيل في السودان وانا لازم اركب طيارة روح اشوفها ما خلاص اشقاءنا في سودان اعلانوا الصور خلاص اعلنوها ونشروها وبيان رسمي من السودان ان نسبة العجز 50% بعد الملء التاني ايه ادي قدامنا النهر والصور يعني معبرة تماما يعني خلال اربع شهور يعني شوف حضرتك المسألة يعني قدامنا بشكل واضح جدا طيب خلولي بس حضرتكم برضو نبين لحضرتكم ده ده حضرتك ده سعدتك قدامنا ده سد ده سد ده حضرتك لو انت شايف قدام اللي خلطت الوقتي واضح جدا الامر الصناعي الصورة الواضحة للارض الان ايه دي عندك يعني 13 فبراير 2020 يعني بالزبط من فبراير واحنا في سبعة خمس شهور خمس شهور عندك كل المياه في نهر النيل في سد روسيرس ما شاء الله واضحة تماما الصورة دي اللي قدام ساعدتك دي بالزبط من اربعة ايام الصفار ده كله هو الجفاف في سد روسيرس الصورة قدامك واضحة يعني معبرة تماما ان المسألة لم تعد خافية لأحد قاد الجفاف المباشر قدامك في الصورة بالقمر الصناعي وبالتالي فليس هناك ادنى مجال ان احنا نمكن الآن ان المسألة الاضرار اللاحقة والخصارة الناجمة باتت واضحة على نهر النيل وعلى اشقائنا في السودان وبلا شك احنا متأثرين لا محل ده بس علشان الناس اللي لسه بتقول حيظر الكلام ده كان بيحصل وحضرتك كان في احتفالات ومؤتمرات في استاد القاهرة وكان في تصفيق وكان في تهليل وكان فيه ليلة من الليالي الكبيرة جدا واللي احنا شفناها ودي في الحقيقة بتودينا فعلا لكل اجواء الهزيمة والنكسة اللي كان بتحصل دايما للمصريين خصوصا في الامور العظيمة